بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرع كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الرابع والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد ثبت في الصحيح أنه قال يدخلوا من أمة الجنة سبعون ألفاً بغير حساب أم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون والاسترقاء أن يطلب من أحد أن يرقيه والرقية نوع من الدعاء والرقية من نوع الدعاء وكان هو صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره ولا يطلب من أحد أن يرقيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين في الحديث الطويل الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد في باب من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب وذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أُرِي أُمَّتَهُ ومعهم سبعون ألفاً أي منهم معهم يعني منهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب الحساب هو أن الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس على أعمالهم والحساب أنواع فالكفار يحاسبون حساب تقرير فقط حساب تقرير فقط لا حساب موازنة بين الحسنات والسيئات لأنهم ليس لهم حسنات فالكفر لا ينفع معه حسنا فليس لهم حسنات ولكنهم يحاسبون حساب تقرير قررون بأعمالهم ثم يؤمر بهم إلى النار هذا نوع النوع الثاني حساب عرض فقط وهو الحساب اليسير سوف يحاسب حساباً يسيراً فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً هذا يسمى حساب العرض فقط ليس حساب مناقشة وإنما هو حساب عرض والنوع الثالث حساب مناقشة وهذا صعب حساب المناقشة صعب قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب وهناك من لا يحاسب وهم الذين حققوا التوحيد بمعنى أنهم صفوه من الشرك ومن البدع ومن المعاصي توحيد خالص ليس معه الشرك لا أكبر ولا أصر ليس معه ذنوب كبائر أو صغير ليس معه شيء ليس معه بدع ومحدثات فهؤلاء يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ثم قام صلى الله عليه وسلم ودخل منزله فخاض فخاض الناس الصحابة خاضوا يعني بحثوا في هؤلاء السبعين من لحرصهم على الخير من هم هؤلاء السبعون قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أشياء ثم خرج صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال هم الذين لا 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 يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فهم تركوا الشرك والتطير لأن الطيرة الشرك ولا يسترقون يعني لا يطلبون من الناس شيئا استغناء بالله عز وجل حتى الرقية لا يطلبون من أحد وإنما يرقون أنفسهم هم فقط يرقون أنفسهم ويرقون غيرهم من باب الإحسان ما أنهم يطلبون من الناس فهم تعففوا عن ذلك تعففوا عن ذلك استغناء بالله سبحانه ولا يكتوون لا يكتوون بالنار الكي علاج علاج نبوي ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يكرهه لما فيه من التعذيب لما فيه من التعذيب لكن عند الحاجة تزول الكراهة إذا احتاج إلى الكي اكتوى وتزول الكراهة ولا يكتوون فهم تجنبوا تجنبوا الشرك وتجنبوا المكروهات وهؤلاء هم السابقون الأولون هؤلاء هم السابقون وهم المقربون الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط فهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذب لأنهم ليس عندهم ذنوب ولا سيئة الشاهد منه قوله ولا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية تعففا واستغناء بالله ويرقون أنفسهم هم ولا يحتاجون إلى الناس فهذا فيه الاستغناء عن الناس أنه مهما أمكن أن تستغني عن الناس فإن فإن هذا هو الأفضل نعم فهؤلاء من أمته وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون والاسترقاء أن يطوب من أحد أن يرقيه والرقية من نوع الدعاء كان رقية دعاء لأن الراقي يدعو للمريض يدعو له بالسفة ويعوذه بالله ويدعو له دعاء نعم وكان هو صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره كان صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه ب سورة الإخلاص والمعوذتين كانت له تعوذات استعيد بالله فلما نزلت سورة المعوذتين جعل يرقي نفسه بهما وترك ما عداهما وكذلك سورة الفاتحة رقية رقية عظيمة فالمسلم يرقي نفسه ولا يحتاج أن يسأل الناس وهذا مي سور ما هنا أحد أو ما هنا أحد تقريبا لا يعرف سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين ما هنا أحد من المسلمين يجهل هذه السورة فليس بحاجة إلى أن يذهب إلى الرقات وإلى هذا إذا كانوا يرقون بالرقية الشرعية كيف بالمخرفين والمشعوذين الذين ملأوا الآن الدنيا لأكل أموال الناس بالباطل ولتضليل الناس هذا الواجب الحذر والتوقي من هذا الأمر إذا كان طلب بالرقية الشرعية الأفضل تركه استغناء بالله عدم حاجة إلى الناس فكيف بالرقية غير الشرعية البدعية والشركية فعلى المسلمين أن يتنبه لهذا نعم فالشاهد منه أنهم لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيره استغناء بالله وأيضا هم يستغنون برقيتهم لأنفسهم عن الناس مهما أمكن أن الإنسان يستغني عن الناس فإنه يستغني وهذا من كمال التوحيد هذا من كمال التوحيد نعم وكان وكان صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره ولا يطلب من أحد أن يرقيه نعم ورواية من روى في هذا لا يرقون ضعيفة غلط ضعيفة وغلط رواية لا يرقون هذه رواية ضعيفة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقي ثبت عنه أنه يرقي وأذن بالرقية فأنهم لا يرقون هذه الرواية من ناحية المعنى ضعيفة وإن صح سندها لأنه في صحيح مسلم لكن يحصل وهم أحيانا يحصل وهم أحيانا فهذه من الوهم والصواب لا يرقون وليس لا يسترقون وأيضا من ناحية المعنى فإن الرقية دعاء وترك الدعاء ليس هو من العبادة بل الله همر بالدعاء فهم لا يتركون الدعاء أن يدعوا لأنفسهم بالشفاء ويدعوا لغيرهم الدعاء مطلوب فالدعاء مطلوب وهو عبادة فقوله لا يرقون هذا ما هو صحيح بل يرقون يدعون لأنفسهم بالرقية ويدعون لغيرهم وهذا عبادة لله عز وجل وفيه نفع إنما طريقة المتصوفة هم الذين لا يدعون يتقربون إلى الله بترك الدعاء ترك نوع من العبادة يتقرب به إلى الله هذا باطل تقربون إلى الله بترك أعظم أنواع العبادة وهو الدعاء ويزعمون أنهم متوكلون أو أنهم ليسوا بحاجة إلى الدعاء فهذا غلط نعم فهذا مما يبين حقيقة أمره لأمته بالدعاء أمره أمره نعم فهذا مما يبين حقيقة أمره لأمته بالدعاء أمته عندك لام نعم لأمته لأمته نعم أما لو كان ما فيه لام فيقال أمته المفعول نعم فهذا مما يبين حقيقة أمره لأمته بالدعاء أنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذي غيره أفضل منه فإن من لا يسأل الناس بل لا يسأل إلا الله أفضل لا يسترقون هذا الحاجة للناس أما لا يرقون فهذا حاجة إلى الله سبحانه أنت ترقي بمعنى أنك تدعو الله لك أو لغيرك ففيه فرق بين لا يرقون وبين لا يسترقون لا يسترقون هذا تركه أحسن أما لا يرقون فهذا لا يجوز للإنسان يترك الدعاء ويقول أنه متوكل على الله بل يدعو مع التوكل يدعو الله مع التوكل فاعبده وتوكل عليه والدعاء أعظم أنواع العبادة نعم فإن من لا يسأل الناس بل لا يسأل إلا الله أفضل ممن يسأل الناس ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم من لا يسأل الناس أفضل من الذي يسأل الناس وإن كان سؤال الناس في الأمور المباحة جائزا لكن تركه أحسن نعم ودعاء الغائب للغائب أعظم إجابة من دعاء الحاضر لأنه أكمل وإخلاصا وأبعد عن الشرك المسلم يدعو لأخيه الحاضر طلب منه أو لم يطلو يدعو لإخواني الحاضرين عفر الله لنا ولك رحمنا الله وإياك وهكذا عفى الله عنا وعنك رزقنا الله وإياك هذا طيب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه هذا من بذل المعروف والإحسان ولكن الدعاء له وهو غايب أفضل من الدعاء له وهو حاضر الدعاء للغايب أفضل نعم ودعاء الغايب للغايب أعظم إجابة من دعاء الحاضر لأنه أكمل وإخلاصا وأبعد عن الشرك لأنه أكمل وإخلاصا ربما إن الذي يدعو للحاضر من باب الرياء أو التملق لكن إذا دعا له وهو غايب لا يسمعه هذا دليل على الإخلاص وأنه لا يدعو لغرض دني وإنما يدعو لغرض شريف وهو نفع أخيه وفيها حديث فيه ترجع الدعاء للغاية نعم لأنه أكمل وإخلاصا وأبعد عن الشرك فكيف يشبه أو فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه إلى دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه الى دعاء من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر نعم دعاءك لأخيك حاضراً أو غائباً جائز ولا حرج فيه أما طلبك الدعاء فهذا جائز لكن تركه أفضل وفي الحديث أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب أعظم الدعاء إجابة دعاء الغائب لأخيه الغائب لأنه كما سبق أدل على الإخلاص وأبعد عن الشرك والرياء نعم وفي الحديث أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغائب بدعوة إلا وكل الله به ملكاً كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل وهذا الحديث في صحيح مسلم أن المسلم إذا دعا لأخيه بظهر الغائب يعني هو غائب لا يراه حتى يتملقها أو ينافق معه لا يراه دعا له وهو غائب هذا أفضل من دعائه له وهو حاضر وأيضاً يعني أفضل من ناحيتين من ناحية أنه أدل على الإخلاص والمحبة ناحية الثانية أن الله وكل ملكاً من الملائكة يؤمن على دعاء المسلم لأخيه الغائب وكل ملكاً ودعاء الملائكة مستجاب فهذا فيه فضل الدعاء لأخيه الغائب نعم وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته نعم هذا هذا ليس من ليس من دعاء المخلوق شيئاً لا يقدر عليه من سأل المخلوق شيئاً لا يقدر عليه هذا شرك أكبر فالذي يدعو المخلوق لشفائه أو أن يرزقه ولداً أو مالاً أو يحل له البركة في أمواله هذا شرك أكبر لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله أما سؤال المخلوق مما يقدر عليه تقول إدعو الله لي يقدر على الدعاء أعطني كذا أعرني أعرني السيارة أو القلم أو هذا لا بأس بي هذا جاهز وإن استغنيت عنه استغنيت عن الناس فهو أحسن لكنه جاهز نعم وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته فلهذا كان طلب الدعاء جائزاً فلهذا فلهذا كان طلب الدعاء جائزاً طلب الدعاء من الغير جائزاً كما سبق وتكرر ولكن تركه أفضل وتقتصر على أنك تدعو لنفسك نعم فلهذا كان طلب الدعاء جائزاً كما يطلب منه الإعانة بما يقدر عليه والأفعال التي يقدر عليها كما يستعين به بما يطلب منه مالاً أن يعينه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فطلب منه مالاً وهو محتاج إليه لا بس طلب منه أن يحمل معه شيئاً يحمل معه شيئاً يعينه عليه لا بس بذل هذا من بذل المعروف ومن الإحسان إلى أخيك نعم فالطلب من المخلوق فيما يقدر عليه لا بس وإن كان تركه أحسن نعم فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه نعم لا يطلب ذلك لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم لا يطلب من مخلوق ولو كان هذا المخلوق فاضلاً كالملائكة كالملائكة عليه السلام أو الأنبياء عليه الصلاة والسلام أو الصالحين فالذي لا يقدر عليه إلا الله لا يطلب إلا من الله فالشفاء المرضى وإحداث الأمور التي تريد منهم أن يخلثوها لك أن يجدوا لك الولد أن يخلقوا لك كذا وكذا كما يفعل عباد القبور يطلبون من الأموات ما لا يقدر عليه إلا الله أو مغفرة الذنوب مغفرة الذنوب كالذين يطلبون من الرسول أن يغفر لهم بعد موته صلى الله عليه وسلم أن يرحمهم أن ينصرهم كل هذا شرك أكبر لأن الميت لا يقدر على شيء نعم ولا يجوز أن يقال لغير الله اغفر لي وأسطن الغيث وانصرنا على القوم الكافرين لا يجوز أن يقال أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه كأن يقول اغفر لي لا يقدر على المغفرة إلا الله عز وجل أو يقول أسطن الغيث نحن مجدبون أسطن الغيث لا يقدر على إنزال الغيث إلا الله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وإنشروا رحمته ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجدبوا يدعو الله أن يسطيهم ولا يقدر هو عليه الصلاة والسلام أن يسطيهم إنما هذا من الله سبحانه وتعالى مع أن الرسول أفضل الخلق مع هذا ما يقدر أن يجلب لهم الغيث فهو يدعو الله سبحانه فلا يطلب سقي الله يثل من الله نعم ولا يجوز أن يقال أو انصرنا على القوم الكافرين النصر من الله سبحانه وتعالى لا يمنح النصر إلا الله عز وجل نعم ولا يجوز أن يقال لغير الله اغفر لي وأسطن الغيث وانصرنا على القوم الكافرين أو اهدي قلوبنا أو اهدي قلوبنا الهداية القلوب لا يملكها إلا الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم هذا عند الله جل وعلا إنما عليك هداية الدلالة والإرشاد فأنت تهدي بمعنى أنك تدل وترشد وتوضح أما هداية القلوب فهذه لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا نعم أو اهدي قلوبنا ونحو ذلك ولهذا روى الطباراني في معجمه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال الصديق قموا بنا نستغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فجاءوا إليه فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله وهذا في الاستعانة مثل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الألفاظ التي فيها وسيلة إلى الشرك أن تقال كان يقول لو لا الله وأنت بالواو أو ما جاء الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستغيثون به هذه اللفظة الاستغاثة هذه إنما تكون لله عز وجل فهو كره لهم هذا وإن كان جائزا وإن كان هذا جائزا الاستغاثة في المخلوق فيما يقدر عليه جائزة كما ذكر الله بقصة موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه جائزة فيما يقدر عليه لكن ترك هذا اللفظ أحسن وأبعد عن الشرك لأنه إذا تقر على هذا تدرج إلى الشرك فاستغاثوا بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فالرسول أراد أن يحمي التوحيد بترك الألفاظ التي قد تجر إلى الشرك فهذا من حماية التوحيد كما أنهم لما مدحوه صلى الله عليه وسلم قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا قال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت خيرنا وابن خيرنا نهاهم عن ذلك خسية أن يزيد بهم الأمر إلى الشرك إلى الشرك ولا شك أن الشرع جاء بسد الذرايع فهذا كله حماية للتوحيد وحماية للناس أن يتساهلوا ويأتوا بالألفاظ الكبيرة التي لا تليق بالمخلوق وإنما يتخاطبون فيما بينهم بالألفاظ المألوفة نعم بالألفاظ المألوفة التي لا محذورة فيها الاستغاثة لا تكون إلا عند الكرب والضيق والشدة لا تكون الاستغاثة إلا عند الكرب والضيق والشدة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم لما تقابل المسلمون مع المشركين في بدر والمسلمون قلة جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه كل الليل وهو يدعو ربه أن ينصر المسلمين لأنهم في موقف حرج جدا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم عني مهدكم بألف من الملائكة مردفين فالاستغاثة في الغالب إنما تكون في المواقف الحرجة التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى فلذلك نهاهم عن هذه اللفظة نعم فجاء إليه فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله نعم وهذا في الاستعانة مثل ذلك نعم فالاستعانة مثل الاستغاثة إلا أن الاستغاثة أخص من الاستعانة وتحرز من التلفظ بها أحسن أما الاستعانة لا بأس أقول أعني أعطني كذا لا بأس من هذا اللفظ ليس به محذور نعم فأما ما يقدر عليه البشر فليس من هذا الباب الذي يقدر عليه البشر من الأموال أو من الأعمال هذا لا بأس به وإن كان الأفضل تركه كما سبق أنك تستغني عن البشر مهما أمكن لكن لا يقال إن هذا حرام ولا يجوز لا وليس فيه أيضا وسيلة إلى الشرك هذه أمور عادية هذه أمور عادية ما فيها محذور خلاف الاستغاثة فإنها قد يكون فيها أمر محذور نعم وقد قال الله سبحانه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم هذا في بدر لما وقع المسلمون في الخطر من عدوهم وهي أول أول معركة في الإسلام فلو اجتيح المسلمون في هذه المعركة ما بقي للإسلام بقية ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض فالموقف حريج جدا فلما استغاث بربها غاث الله تستغيثون ربكم فاستجاب لكم نعم وفي دعاء موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وإليك المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان لا حول ولا قوة إلا بك من دعاء موسى عليه السلام هذا الدعاء العظيم ومنه وأنت المستغاث أي لا غيرك فالاستغاثة لا ينبغي أن تطلق في حق المخلوق لأنها لوسيلة إلى الشرك وتلفظ بالألفاظ الضخمة في حق المخلوق هذه ينبغي تجنبها ويكره الهتيان بها حماية للتوحيد والعقيدة نعم وقال أبو يزيد البستامي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق نعم استغاثة المخلوق بالمخلوق في الشيء الذي لا يقدر عليه المخلوق كاستغاثة الغريق الغريق ما كاستغاثة الغريق بالغريق فالغريق المستغاث به لا يقدر ينجي نفسه الغريق المستغاث به لا يقدر على إن جاء نفسه من الغرق فكيف ينجي غيره استغاثة المخلوق بالمخلوق مثل هذا الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عن ناس بها سوى لا يقدرون عليها كيف تستغيث بمن لا يقدر الغريق يستغيث بغريق آخر لا يقدر على إنقاذ نفسه نعم وقال أبو عبد الله القرشي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون هذه عندكم كل النسخ نعم استغاثة استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون نعم المحبوس يعني محبوس ويستغيث محبوس مثله ما يقدر أن ينقذ نفسه من الحبس كيف ينقذ محبوسا آخر هذا كل أمثلة لما لا يقدر عليه المخلوق فالذي لا يقدر عليه المخلوق لا يطلب منه نعم وهذا في رد على عباد القبور الذين يذهبون إلى القبور يستغيثون بالأموات والأموات لا يقدرون على شيء هم أقدر من الأموات الأحياء أقدر من الأموات فكيف يستغيث القادر بالعاجز هذا كاستغاثة المسجون بالمسجون استغاثة الغريق بالغريق نعم وقال الله تعالى قل ادعوا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأوثان والأصنام والأشجار والأحجار هذا من باب التحدي لا من باب أن الله يأمره من يدعو غيره وإنما من باب التحدي والتعجيز قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أي غير الله سبحانه وتعالى لأنهم كانوا يدعون الأصنام والأحجار والأشجار والأموات والملائكة والجن قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا لأنه لا يقدر على كشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه حتى المشركون يقرون بهذا إذا وقعوا في البحر وأحاطت بهم الأمواج ظل من يدعون ونسوه نسوا من يدعون لأنهم يعلمون أنه لا يقدر على إنقاذهم من البحر ويدعون الله مخلصين له الدين يعني الدعاء الله جل وعلا يجيب المضطر إذا دعاه ولو كان كافر أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء من هو أخبروني من هو هو الله جل وعلا لا الأصنام ولا الأشجار ولا الأموات ولا أي المخلوقات تقدر على هذا قل ادعو الذين ما يستطيعوني على الجون إلا بإذن الله جل وعلا الذي خلق الدواء وخلق الطبيب أحياناً ما يستطيع الطبيب ويموت الإنسان والطبيب عنده ولده عنده ما أنقذه الطبيب فلا يستطيعون كشف الضر ورأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته يعني لا ينفعون ولا يضر تحدي من الله جل وعلا وبرهان برهان على التوحيد وأنه لا يقدر على كشف الضر إلا الله جل وعلا ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى فإذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذن تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون يعني الملائكة تحضر عند المحتضر تحضره الملائكة والناس ما يرونهم وهم جالسين عند المريض وليشوفون الملائكة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها أي الروح إن كنتم صادقين كاذي توفى بينكم وأنتم تحبونه ويتوفى بينكم ترجعونها أي ترجعون الروح إلى الجسد لا يستطيع حكي هذا الحاصل أن هذا من باب التحدي قل يدعو الذين زعمتم من دونه والذين عام يشمل كل من دعي من دون الله من الملائكة من النبيين من الأشجار من الأحجار من الأوثان من الأموات ما هذا عموم لأن الذين من صيغ العموم فلا يملكون كشف الضر عنكم يعني نزعه بالكلية ولا تحويل أي تحويل المرض ونقله نقل المرض من عضو إلى عضو من الرأس إلى اليد أو من شخص إلى شخص أو من بلد إلى بلد لا يقدر على هذا إلا الله سبحانه وتعالى جميع المدعوات من دونه لا تستطيع ذلك فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله ثم قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة والوسيلة هي العبادة الوسيلة ما يوصل إلى الشيء الوسيلة ما يوصل إلى الشيء الذي يوصل إلى الله ما هو العبادة يدعون إلى ربهم الوسيلة التقرب إليه سبحانه وليست الوسيلة ما يقوله المشركون والقبوريون أنك تدعو الميت وهذا وسيلة إلى الله تجعل وسيلة إلى الله هذه وسيلة سركية الوسيلة هي الطاعة والعبادة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة بعبادة وطاعته لا بأن تجعلوا بينكم وبين الله وسائط كما يقوله المشركون ويسمونها وسيلة تدعون إلى ربهم الوسيلة هذه القرب منه سبحانه وتعالى فأنتم تدعونهم وهم عباد مثلكم يطلبون من الله الوسيلة والقرب منه سبحانه وتعالى فكيف عبد يدعو عبدا مثله مثلها وأقل من هذا من انتكاس الفطر والعقول ويرجون رحمته ويخافون عذابه الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء والصالحون والأحياء والأموات كلهم يرجون رحمته سبحانه ويخافون عذابه إذن ليس لهم قدرة مثلكم كيف تعبدونهم من دون الله فهذا من براهين التوحيد والرد على المشركين لكنهم لا يتأملون القرآن ولا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي أباءهم الأولين أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله نوجدوا فيه اختلافاً كثيراً هؤلاء لا يتدبرون القرآن ويقولون نحن ما نفهم القرآن ما نفهم القرآن هذا للعلماء نحن ما نفهم القرآن طيب ما نحد يفهم قوله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به هذه كل يفهمها كل يفهمها العام والعالم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة هذه ما يفهمونها يمكن يقولون الشرك هو عبادة الأصنام نقول ولي يعبدون الملائكة ويعبدون عيسى وعجيراً ويعبدون الأموات هؤلاء هل توحيد ولي يعبدون الأصنام هم المشركون الشرك عام في كل من يعبد من دون الله هذا هو الشرك قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء فقال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي كما أنتم عبادي هم عبادي كما أنتم عبادي إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم نعم يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ويتقربون إلي كما تتقربون إلي يتقربون إلي هذا شرح للوسيلة نعم فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء مع إخباره لنا أن الملائكة يدعونا لنا ويستغفرون نعم ومع هذا فليس لنا الملائكة يستغفرون يستغفرون لبني آدم كما في قوله سبحانه وتعالى في سورة غافي أول سورة غافر والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وقهم السيئات هذا الملائكة يدعون لنا فكيف ندعوهم نحن وهم يدعون الله سبحانه وتعالى يدعون الله ربنا يقولون ربنا اغفر الذين تابوا اتبعوا سبيلك فهم يدعون الله كيف ندعوهم وهم يدعون الله عز وجل نعم مع إخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم نطلب منهم المغفرة وهم يطلبونها من الله يطلبونها من الله نعم وكذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء وإن كانوا أحياء في قبورهم وإن قدر أنهم يدعون للأحياء نعم فالموتى لا يطلب منهم شيء ولو كانوا أحياء في قبورهم كما ذكر الله عن الشهداء لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون الملائكة الرسل أعظم من الشهداء هو ما جاء دليل في أن الرسل أحياء في قبورهم إنما جاهد في الشهداء لكن إذا كان الشهداء أحياء في قبورهم الرسل أولى أن يكونوا أحياء عليهم الصلاة والسلام لكنها حياة برزخية حياة أخروية ما هي مثل الحياة في الدنيا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي في قبره لا يذهب الصحابة إليه ويسألونه ويطلبون منه الدعاء وأيضا الأموات الشهداء الذين أخبر الله أنهم أحياء تتزوج نساؤهم وتقسم أموالهم فكيف يعاملون معاملة الأموات لكنهم أحياء حياة برزخية فهم من جهة الدنيا ماتوا خرج ترواحهم ماتوا في الدنيا لكنهم شهداء عند الله شهداء عند الله يعني في البرزخ عند ربهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء بل أحياء عند ربهم ما قال أحياء فقط قال أحياء عند ربهم يعني في الآخرة في البرزخ والحياة في البرزخ غير الحياة على ظهر الأرض يفرق بين هذا وهذا نعم وكذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم وإن قدر أنهم يدعون للأحياء وإن وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب منهم إن قدر يعني إن قدر على فرض أنهم يدعون وهم أموات في القبور فليس لنا أن ندعوهم نعم فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك ولم يفعل ذلك أحد من السلف لم يفعل ذلك أحد من السلف وفي مقدمتهم الصحابة ما كانوا يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشكل عليهم شيء يستفتونه ما كانوا إذا تنازعوا يختصمون إليه ليحكم بينهم ما كانوا إذا أجدبوا يذهبون إلى قبره ويقولون يدعوا الله لنا لعلمهم أن هذا لا يجوز أن هذا لا يجوز وهم أعلم الأمة لما يجوز وما لا يجوز نعم فليس لي أحد أن يطلب منهم ذلك ولم يفعل ذلك أحد من السلف لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى فإذا ذهب يضع يقول أنا ما رح ما رح تدعوهم أنا قلت لهم طلبت منهم يدعون الله يقول هذا ما يجوز هذا ما عمله السلف هذه ناحية الناحية الثانية أن هذا وسيلة إلى الشرك فإذا طلب منهم الدعاء في أول الأمر في النهاية يعبدهم من دون الله ويذبح لهم وينذر لهم وهذا هو الواقع الآن عند القبور يحون للأموات وينذرون لها ويطوفون بها ويستغيثون بالميت أغثني يا فلان أغثني يا رسول الله يا حسن يا حسين يا عبد القادر يهتفون بأسمائهم على أنية نساء الله العافية نعم لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى بخلاف الطلب من أحدهم في حياته فإنه لا يفضي إلى الشرك نعم إذا سألت من واحد حي يقضي لك حاجة ما هذا وسيلة إلى الشرك هذا مما أباح الله سبحانه وتعالى نعم ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكوني فلا يؤثر فيه سؤال السائدين بخلاف سؤال أحدهم في حياتهم لا لا كما سبق أنه بالأمر الكوني ما هو بالأمر الشرعي الله ما شرع لنا أننا نطلب من الأموات أن يدعون لنا وإنما هذا أمر كوني لا شرعي وكلامنا الآن في الأمر الشرعي الذي يحل ويحرم ويجوز ويمنع نعم وهو بالأمر الكوني فلا يؤثر فيه سؤال السائلين بخلاف سؤال أحدهم في حياته فإنه يشرع إجابة السائل وبعد الموت انقطع التكليف عنه نعم في الحياة يشرع إجابة السائل إذا سألك أحد فإنه يشرع لك إجابته إذا كان عندك جوابه أو عندك طلبه الذي يريده منك يشرع لك أنك ما ترد السائل يشرع أنك ما ترد السائل هذا على قيد الحياة أما بعد الموت فالميت غير مكلف الدنيا ومكلف أنه يجيب السائل مشروع له أن يجيب السائل أما بعد الموت فالإنسان غير مكلف فلا يكلف الميت أنه يجيب السائل لأن التكليف إنما هو في الدنيا أما الآخرة وبعد الموت لا تكاليف نعم وقال الله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فبين سبحانه هذه الآيات رد على نصارى نجران لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليتفاوضوا معه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتوحيد ويفراد الله بالعبادة ونهاهم عن عبادة المسيح عند ذلك قالوا وأنت تريد أن نعبدك لما نهاهم عن عبادة المسيح قالوا تريد أن نترك المسيح ونعبدك أنت فأنزل الله هذه الآيات ما كان لبشر أن يؤتي الله الكتاب وهو القرآن أو التوراة أو الإنجيل أن يؤتي الله الكتاب والحكم الحكم بين الناس أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ما يليق به هذا يخالف نبوته ويخالف الكتاب الذي أنزل عليه ويخالف الحكم الذي أمر به فكيف يتصور هذا من النبي من الأنبياء ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين هذا استئناف هذا استئناف ولكن يقول لهم النبي كونوا ربانيين لا يقول كونوا عباداً لي من دون الله ولكن يقول لهم كونوا ربانيين والرباني هو العالم العامل بعلمه هذا الرباني ولكن كونوا ربانيين علما عاملين بعلمكم بما كنتم تعلمون الكتابة أي قراءة تعلمون الكتاب وقراءة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون أو تدرسون فالشاهد من الآية أن الأنبياء لا يأمرون بعبادتهم وإنما يأمرون بعبادة الله سبحانه وتعالى ولا يليق بهم ذلك بما آتاهم الله من الكتاب والحكم والنبوة ولا يليق بعالم من العلماء أن يفعل ذلك وإنما يأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون أي بسبب ما كنتم تعلمون أو تعلمون الكتاب فالعالم يجب عليها أن يعمل بعلمه وبما كنتم تدرسون كيف تدرس الكتاب القرآن وهو ينهى عن الشرك ثم تطلب من الناس يعبدوك هذا من المحال ومن التناقض نعم هذا في حق عامة الناس فكيف بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام نعم فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة ثم قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا لأنهم اتخذوا العزير ربا واتخذوا المسيح ربا قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله فما يأمر ما يتصور أن نبيا من الأنبياء يأمر أن يتخذ الناس ربا غير الله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا إذا كانوا الملائكة والنبيين وهم أفضل خلق الله لا يجوز أن يتخذوا أربابا فكيف بغيرهم أربابا من دون الله ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة ما يليق بنبي أنه يأمر بهذا أربابا من دون الله ولا يأمركم أي ما يتصور هذا تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ثم قال أيأمركم بالكهر بعد إذ أنتم مسلمون فدل على أن اتخاذ الأرباب كفر ينافي الإسلام اتخاذ الأرباب من دون الله من الأحيا والأموات هذا كفر بنص القرآن العظيم لا يقولون أنتم تكفرون الناس اللي كفرهم الله سبحانه وتعالى يقولون أنتم تكفيريين تكفرون الناس إذن الله تكفيري على قولهم هذا هذا كلام الله سبحانه وتعالى فمن ارتكب الكفر وهو عالم مختار فإنه كافر بنص القرآن أما إذا كان جاهلا فإنه يعلم ويبين أو كان مكرها فإنه يعذر أما إذا كان عالما مختارا وفعل الكفر أو نطق به فإنه يكون كافرا ولا يقولون تكفيريين أو ما تكفيريين هم لا يريدون أن أحد في الأرض يحكم عليه بالكفر يعمل ما يريد ولا يجال كافر نعم فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر فهو كافر نعم فقال الله تعالى يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وما الفرق بين الشفاعة عند الله والشفاعة عند البشر يا فروق كثيرة الشفاعة عند الله لا تكون إلا بإذن والشفاعة عند البشر تكون ولو لم يأذنوا ولو لم يرضوا الشفاعة عند الله لا تكون إلا في أهل التوحيد لا بأهل الشرك لا شرطان الشفاعة عند المخلوق في أمر لا يعلمه ولا يقدر عليه أما الشفاعة عند الله فإن الله يعلم كل شيء ما يحتاج إلى أحد يخبره أما الملك أو السلطان أو صاحب المنصب فهو يحتاج إلى من يخبره عن أحوال الناس وعن الفقراء لأنه لا يعلم أحوالهم فيحتاج إلى الشفاعة عنده أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء ليس بحاجة إلى من يخبره نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله كيف الجمع بين قول الله سبحانه عن موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله هذا ما أهم قول موسى عليه السلام هذا ما أهم كلام موسى هذا حكاه الله عن الرجل الإسرائيلي من شيعته يعني من بني إسرائيل على الذي من عدوه يعني من القبط قوم فرعون يقتتلان وتضاربان قبطي وإسرائيلي استغاث الإسرائيلي بموسى عليه السلام لأن موسى من بني إسرائيل استغاثه الذي من شيعته يعني من بني إسرائيل على الذي من عدوه هو القبطي فالذي استغاث هو الإسرائيلي وليس موسى عليه السلام ولكن موسى يقدر على إغاثته فليس بهذا محذور ليس بهذا محذور نعم يقوم فضيلة الشيخ وفقكم الله روى الإمام أحمد في مسنده أن عمر بن الخطاب استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمر فأذن له وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك وروي كذلك في المسند أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال إن خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئا فكيف نجمع بين الروايتين من حيث المعنى نجمع بين الروايتين أن الرسول أراد أن يبين الجواز أن يبين أن هذا جائز والأولى تركه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عدد من الأسئلة يسأل عن إشكال وقع لهم في حديث السبعين ألفا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين صفاتهم بين بين صفاتهم وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هذه صفاتهم التي ذكرت في الحديث فمن أين أخذ بعض العلماء أن من صفاتهم أن يجتنبوا الكبائر والصغائر وهل يسلموا من الصغائر أحد؟ سبحان الله إذا تجنبوا المكرهات وهي الكي إذا تجنبوا المكرهات وهي الكي وطلب الرقية ألا يتجنبون الكبائر من باب أولى؟ يتجنبون الكبائر من باب أولى نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله هل تركوا الذهاب للمستشفيات لطلب العلاج يدخلوا في حديث السابعين ألفا من قلنا إذا احتاج إلى العلاج تزول الكراهة ويذهب ويتعالج نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله من رأي في من يتخذ الرقية مهنة ويتخذ لها مكانا معينة فهل فعله صحيح؟ هذا خلاف الأولى وهذا يدل على أنه لا يقصد نفع الناس وإنما يقصد نفع نفسه وأخذ أموال الناس هذا إذا كان يحسن الرقية فكيف إذا كان لا يحسن الرقية ولا عرف بأنه من طلبة العلم وإنما لما صار فيه دراهم جعل نفسه راقياً وفتح محل وحط بطاقات وأشغاء وسعر قال القارورة غير المركزة بخمسين والمركزة بمئة ريال وعمل له دعاء كل هذا من البهرج والكذب على الناس ليأخذ أموالهم نعم نقول فضيلة الشيخ وفتكم الله هل هناك محظور شرعي لو أن راقياً قرأ في ماء أو زيت أو زيت قليل وقال يضاف هذا الماء أو الزيت المقروف إلى جالون كبير ما في مانع قراءة في الماء هذه وردت في الحديث يقرأ في ماء ويشربها المريض يسقاه المريض أو قرأ في زيته يدهن به جلد المريض نفس بذلك سواء خلط مع غيرها أو لم يخلط مع غيره نعم يقول فضيلة الشيخ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حديث السبعين ألفا هل يقصد منه حقيقة العدد أو أن المرادة التكثير الله أعلم نحن نثبته كما جاء ولا نقول أنه حصر أو غير حصر الله أعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بالاستمطار الصناعي هل هو من الاستغاثة وطلب الغيث من غير الله قد تعلمنا أن الغيث بيد الله وحده فما القول الصحيح في ذلك هذا عبث هذا من العبث ومن تضخيم الأمور والإعجاب بالبشر وأنهم يقدرون على كل شيء فهذه تفاهة ولم ينجحوا الحمد لله السنة لما جاء مطرنبت والطيارات موجودة ما جاء مطرنبت لأن المطر بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي ينشئ السحاب ويسوقه وينزله ويمنعه نحن لا تروج علينا هذه الترهات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بلادنا يقول في بلادنا يحتفلون بالمولد النبوي ويبيعون أنواع من الحلويات خاصة بهذه المناسبة فهل يجوز شراء مثل هذه الحلويات وأن نقدمها لأولادنا وإذا أرسلها أحد الأقارب لأولادي هدية فهل أدعهم يأكلون من هذه الحلوى؟ يا أخي الدكاكين موجودة ومملوعة بالحلويات ورح وشر لأولادك من الدكاكين ولا تأخذ هذه الأمور لأن هذا تشجيع لهم وإقرار لهم على هذا العمل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقول نهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف هل هذه التهنئة صحيحة شرعا؟ نهنيهم ببدعة لا يجوز هذا لا نهنيهم بالبدعة بل ننهاهم ننهى الأمة الإسلامية عن البدعة ولا نقول نهنئ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان قصدي من الدعاء لأخي في ظهر الغيب هو أن أحصل على قول الملك آمين ولك بمثل فهل هذا الدعاء مشروع؟ إنما الأعمال بالنيات ما لكل ما نويت إذا أردت الأمر النفع أخيك واغتنام تأمين الملك هذا شيء طيب أما أنك تدعو ما تريد إلا تأمين الملك فقط هذا نقص نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل في دعاء الداعي بطوله اللهم لا تحوجنا إلى أحد من خلقك هل في هذا محذور أو مخالف لحال الإنسان وهل ورد أن الإمام أحمد رحمه الله لاستنكر هذا الدعاء أنا ما أعرف شيء عن الإمام أحمد ولكن ما في مانع إن شاء الله اللهم لا تحوجنا إلى أحد من خلقك نعم لا في مانع يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الكثير من الناس يظن أنه ولهذا في الحديث لا تكلني إلى أحد سواك طرفة عين ولا أقل من ذلك أنا في الدعاء الوارد لا تكلني إلى أحد سواك طرفة عين ولا أقل من ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الكثير من الناس يظن أنه من المتوكلين حقا فيدخل في السبعين ألفا فما هي حقيقة التوكل المذكورة في الحديث لكي نعمل بها ونطبقها هذا مذكور في الحديث صفاتهم مذكورة في الحديث في صفاتهم فإذا أردت أن تكون معهم فاتصف بصفاتهم نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله ثم محمد فهل ينطبق ذلك على مثل الشكر كأن أقول أشكر الله وفلان أو أشكر الله ووالدي أم لابد من ثم لا تأتي بثم أشكر الله ثم أشكر هذا الذي عليه العمل الآن أشكر الله ثم أشكركم على كذا وكذا ما تجمع بين الله والمخلوق بالواو نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله هل من أحضر له أهله من يرقيه نعم هل من أحضر له أهله من يرقيه بسبب مرض حل به من دون أن يطلب هو ذلك فهل يعد ممن يسترقون إذا كان هو ما طلب ذلك هل من أحضر له وإذا كان المرض ضر به وآلمه فتزول الكراهة عند الحاجة نعم فضيلة الشيخ خفقكم الله هذا سؤال ألح صاحبه بطرحه يقول أنا شخص مصاب بالعين منذ الصغر ووالدي لم يخبراني بذلك إلا بعد ما كبرت أنا أنا شخص مصاب بالعين منذ الصغر ووالدي لم يخبراني بذلك إلا بعد ما كبرت وعندما سألتهم عن الشخص الذي أصابني قال لي لا يلزم أن تعرفه فاتخذت أسلوبا في تعاملي مع والدي فلقد اعتزلت الأكل معهم والجلوس معهم والتحدث معهم غير أني لم أنس حقهما الذي أوجبه الشارع يقول ولقد فضلت العزلة والوحدة على الاجتماع والأنس فهل فعلي صحيح وما نصيحتكم لي هذا أشد من العين عملك هذا أشد من نصابة العين إن صح أنك مصاب بالعين فعلك هذا وهجرك لوالديك وابتعادك عنهم هذا لا يجوز هذا العمل العمل هذا لا يجوز واسأل ربك الشفاء والعافية والله قريب مجيب نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله يوجد في منطقة الأعظمية في بغداد ظريح الإمام أبي حنيفة رحمه الله ويقع القبر في جانب القبلة من اليسار خارج المسجد فهل يجوز لي أن أصلي في هذا المسجد إذا كان القبر متصلاً بالمسجد في أي جهة من القبلة أو غيرها متصل ما بينه الأجدار فلا يجوز الصلاة فيه أما إذا كان القبر مفصولاً عن المسجد بفضاء أو بممر فلا مانع من ذلك لأن القبر معزول عن المسجد غير متصل نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله قول المؤلف رحمه الله لا يجوز أن يقال لغير الله اغفر لي فما المراد بقول الله سبحانه قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ما هم يغفرون الذنوب يغفروا لهم إذا أخطأوا عليهم إذا أخطأوا عليهم يغفرون لهم ويعفون عنهم أما الذنوب فلا يغفرها إلا الله سبحانه وتعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله الذنوب لا يغفرها إلا الله أما الذي يقع بين الناس من الخطأ ومن الظلم فالإنسان يغفر يغفر لي ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ابن تيمية رحمه الله ذكر النقل عن أبي يزيد ذكر النقل عن أبي يزيد البصطامي فأن استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق فهل له رحمه الله مقصد في النقل عن البصطام بعينه ليرد على الصوفية وأضرابهم الحق يقبل ممن جاء به الحق يقبل ممن جاء به البصطامي قال كلمة حق هذا يقبل يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد أن الله سبحانه يخفف يوما في الأسبوع عن أبي لهب من العذاب بسبب رضاعه عليه السلام من مملوكة لأبي لهب نعم ورد هذا ورد هذا أنه يخفف عنه بسبب أنه جعل مملوكته أو ثويبة ترضع الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يسمى بالرقية الجماعية وهي أن الراقي يقرأ على مجموعة من الناس في وقت واحد هل هذا مشروع؟ لا مثل يخطب في المسجد في الجامع يقف وهمتدام وينفث عليهم جميع هذا ما ورد هذا أو بالتلفون يقرأ على المريض بالتلفون أو يقرأ في الوايت وايت الماء أو الخزان هذه علشان الدرعهم مبالغات علشان الدرعهم هذه الأمور لا تجوز وليست من الرقية وهذه إساءة إلى الرقية تشويه سمعة للرقية نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله ما حكم هذه العبارة نحترم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونحترم أديانهم وهل يسوغ لنا أن نطعن في الأديان المحرفة أم نتوقف لاحتمالي أن نطعن في شيء ثابت دل عليه ديننا المحرفة ليست من أديان الأنبياء نحن نؤمن ونحترم أديان الأنبياء غير المحرفة أما المحرفة فليست من أديان الأنبياء وإنما هي من دين المحرفين والمخرفين فنحن إذا قلنا نؤمن بالأنبياء وبكتبهم كتبهم الأصلية التي لم تحرف ونحترمها نعم يقول فضيلة الشيخ أفقكم الله ما حكم إشعال السرج على المقابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إسراج المقابر لأن هذا وسيلة إلى تعظيمها وعبادتها فلا يجوز إسراج المقابر وفي الحديث لعن الله في الحديث لعن الله اليهود والنصارى أو المتخذين عليها المساجدة والسرج المتخذين عليها المساجدة والسرج لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجدة والسرج فلا يجوز إسراج المقابر لا بالسرج المعروفة أو بالكهرباء أو غير ذلك لأن هذا تعظيم للقبور وتغرير بالناس والعوام نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله كانت لي جدة هي أم والدي وكان عندها أشياء كثيرة من التمائم تربطه على يديها وعلى رقبتها كثير من الشركيات لكنها كانت جاهلة وأمية لا تكتب ولا تقرأ فإذا دعوت الله لها فهل فعلي جائز علما أنني قد سبق أن أخذت لها عمرة في رمضان الماضي فهل هذه الأفعال جائزة هي ميتة إن كانت حية فعليك أن تدعوها إلى الله وأن تتلف هذه التمائم التي عليها أما إن كانت ميتة وهي تستعمل هذه الأشياء فلا تدعو لها توقف فيها توقف عنها نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله أشكل علي مسألة في يوم أمس وهي أن في صلاة الجنازة يقول أمر رجل المصلين أن يكبروا خمسة تكبيرات وقال في التكبيرة الثالثة أدعو للمرأة وقال هي امرأة صالحة وأما التكبيرة الرابعة فادعو للطفل لأنه كان هناك امرأة وطفل وفعلنا هذا فهل هذا عليه ذليل؟ هذا من عنده هذا كل تصره من عنده ليس له أصل أما التكبيرات المجمع عليه بين العلماء والذي عليه العمال خصوصاً في هذه البلاد أربع تكبيرات ولا يأتي الإنسان بقول مخالف يشوش على الناس كبر على الجنازة أربع تكبيرات الأولى يقرأ بعدها الفاتحة الثانية يصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة يدعو بعدها للميت يدعو بعدها للميت الثالثة يدعو بعدها للميت الرابعة يسلم بعدها هذه صلاة الجنازة وهذا ما يصلح يكون إمام ليجيب الأعمال هذه والأقوال هذه لا يصلح يضلل الناس ويشوش على الناس ينبغي طرده من المسجد عن إمامة المسجد لأنه إذا فتح هالباب تلاعب بأمور الدين كل يأتي برأيه كل يأتي بقول شاذ أو مخالف ويحصل بهذا التشويش على الناس نعم يقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا اغتسل الرجل من الجنابة وهو ينوي الطهارة الصغرى والكبرى وفي أثناء الغسل أحدث أو لامست يده ذكره فهل يتم غسله وهل يجوز أن يصلي دون أن يتوضى لا لا بد أنه تكون النية من أول إذا نور الحدثين تكون النية من أول البداية وإذا نقض الوضو أثناءه فإن نية الوضو بطلت لا بد من استئناف الوضو لا بد من استئناف الوضو من جديد نعم أو استئناف الغسل عن الاثنين من جديد نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله إذا رأت المرأة الطهر بعد انقضاء عدتها فاقتسلت وصلت ثم بعد ساعات خرج شيء قليل من الدم إذا إذا رأت المرأة الطهر بعد انقضاء عدتها أو عادتها فاقتسلت وصلتها عدتها أو عادتها عندك؟ أو كتبها عدتها كتبها بالعدة على المعدة إذا انقضت عدتها انقضت عدتها لكن عادتها ما دام أن الدم لم ينقطع ولو كان ضعيفا أو صفرة فإنها لم تطهر حتى ترى النقاء التام الذي ليس بعده شيء نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل للمرأة المحدة على زوجها أن تشرب الزعفران وأن تلبس الساعة الثمينة؟ لا لا تشرب الزعفران لأنه نوع من الطيب وهي منهية عن التطيب ولا تلبس الساعة لأنها من التجمل ولو كانت غير ثمينة ما تلبسها لأنها من التجمل ومن التحلي نعم تكفيها الساعة لبجدار شوه الساعة لبجدار وتعرف الوقت نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله هل يحل أن أعطي الزكاة لابن ابنتي لأنه محتاج؟ لا لا تحل الزكاة من الوالد لأولاده ولا من الأولاد لوالده عمود النسب لا تحل زكاة بعضهم لبعض نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله ما حكم أن يمد الإنسان رجليه أمام المصحف لا لا يمد رجليه إلى المصحف إذا كان المصحف قريب من رجليه فلا يمد رجليه إليه لأن هذا من الاستهانة بالمصحف نعم تقول فضيلة الشيخ فقكم الله صلى الإمام بالناس صلاة العصر ثلاث ركعات ولم ينبه أحد من المأمومين حتى صلاة المغرب فنبهه أحدهم فما الواجب في هذه الحال واجب إعادة الصلاة يعني ناقصة فيجب إعادة المبادرة بإعادتها نعم الله تعالى صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم